موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم محبتي طلبة الصف السادس العلمي أينما كنتم في بلادنا الحبيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متواصلين وياكم درس جديد من دروس مادة الكيمياء للصف السادس الإعدادي ومثل ما نعرف وصلنا الفصل الثالث اللي هو الاتزان الأيوني وتعرضنا بالدروس السابقة إلى أنواع الإلكتروليتات وطبيعات أو كيفية المسائل الرياضية مع أخذ التعارف والتعاليل والشرحيات اللي يتلم بالموضوع اليوم إن شاء الله وصلنا وياكم إلى درس مهم خلي نشوف شنوه نعم هذا الدرس ويايا اليوم إن شاء الله رح نشرح موضوع الدالة الحامضية أو الأس نعم الهيدروجيني اللي هم يرمزوله بالرمز PH ما المقصود بالأس الهايدروجيني؟ الأس الهايدروجيني المقصود بي ولدين يعني الهايدروجين مرفوع إلى أس اللي هو الP طيب وكذلك الدالة القاعدية اللي هي POH القوانين الرياضية المهمة اللي رح ناخذها إن شاء الله هو أول قانون لحساب الPH الPH يساوي سالب لغا رتم الH اللي هو الH الموجب كذلك عندك الPOH يساوي سالب لغا رتم تركيز الOH السالب طيب عندنا علاقة أخيرة مهمة جدا حاصل جمع الPH مع الPOH قيمة ثابتة طيب بما أن القانون هو يحتوي على اللغا رتم إذن من المهم كلش أن نتعرف وياكم على الأساسيات اللي أحتاجها وين باللغا رتمات هنا يلا يلا نشوف شون اللي عندنا نعم اللاحظة هنا نعطيكم بعض المفاهيم عن طبيعة الحوامض والقواعد أولا عندنا إذا كان المحلول حامض الPH لازم تكون أقل من سبعة إذا محلول قاعدة نعم أكبر من سبعة في حين المحاليل المتعادلة مثل الماء النقي تكون قيمة الPH سبعة وهذه جدا مهمة للطالب أن يحفظها من أنا أقدر أستنتج طبيعة المحلول أو أتحقق من الحل طيب مثل ما قلنا عندنا مفاهيم بسيطة للغا رتم اللي أنت تحتاجه المطلوب من عندك ابني تحفظ لي لغا رتم الواحد صفر لغا رتم العشرة واحد لغا رتم المية اثنين هذه تحفظ ليها لأن تحتاجه ومتعطاها بالسؤال نقدر نقول بعدد الإصفارة يعني شنو لغا رتم المليون ستة طيب بعد شنو اللي نحتاجه نبا وعدنا عندك مثال إذا مثلا سالب لغا رتم عشرة والسالب اثنين قيمتها اثنين ليش ضربنا السالب في السالب طلعتنا اثنين كذلك إذا عندي لغا رتم وانتبه بدون سالب عشرة والسالب مثلا تسعة قلنا السالب في الموجة بينزل لي هنا سالب مثال آخر سالب لغا رتم عشرة والسالب ثلاثة أيضا يساوي ثلاثة حسب القاعدة اللي تعرضنا لها قبل شوي ولا بأس أن نشرح لكم مثال آخر حول نعام اللغا رتم اللاحظة هنا عندي فد مثال أو مثالين نشرحها لكم لأن هذه جدا مهمة نعام العمليات الحسابية اللاحظة هنا عندي لغا رتم سالب لغا رتم اثنين في عشرة سالب ثلاثة ينطيك لغا رتم الاثنين انت راح تقول له ثلاثة هذا القس ناقص هذا السالب هنا تمام لغا رتم الاثنين معطى بالسؤال ويطلع لك اثنين بوينت سبعة كذلك عندك هنا سالب في السالب موجب أربعة ناقص هذا السالب مرة ثانية هنا عندنا لغا رتم الأربعة ناطينية بوينت ستة وطلع لي ثلاثة بوينت أربعة وهكذا البقية ولدي بالنسبة للعمليات الرياضية أي طريقة تعرفها انت اتباحها خلص مو إلا طريقة أستاذ فلان أو كذا الطريقة اللي انت تشوفها سهلة وحلوة عندك اتباحها أنا بالنسبة لي اختارت لك هذه الطريقة أو انت إذا تعرف طريقة أخرى براحتك هي عمليات رياضية وحسابية طيب اللاحظ عندنا بعد ما تعرفنا شوية على اللغة رتمات رح نشوف عندنا فالتمرين رياضي نعم أي بين لنا طريقة الحد طيب ولدي شلو نعرف احنا السؤال هو رح يقول لي احسب PH المن يا أما يحدد لي حامض قوي حامض ضعيف قاعدة ضعيفة قاعدة قوية أو هو ينطين ال H أو ال OH الموجب أو السالف يلا وياي ألاحظ هنا عندي مثال رقم سبعة ثلاثة سبعة بالكتاب احسب قيمة PH اللي محلول يكون فيه تركيز أيون الهايدروجين خمسة بالمئة صفر فارزة صفر خمسة ورح ينطيني اللغارتم اللي أحتاجه لغارتم الخمسة يساوي سبعة بالعشرة أو ممكن ينطيني لغارتم الخمسة بالمئة حسب واضع السؤال القانون ال PH يساوي سالب لغارتم ال H طيب ويساوينا سالب لغارتم إيش قدل H انطانية خمسة بالمئة نقدر نقول خمسة في عشرة السالب اتنين تمام هذه الاثنين نزلناها مثل ما اتفقنا قبل شوي ناقصا لغارتم الخمسة اللي هي سبعة بالعشرة واحد 0.3 هذا المثال بسيط حول الموضوع طيب عدنا ممكن ناخد العكس شلون يعني العكس استاذ يعني ممكن هو ينطيك ال PH تمام ويطلب من عندك تركيز ال H كذلك الشي يطلب من عندك يطلب من عندك ال OH وينطيك ال P OH زينا هنا نش نستخدم يلا ويايا خدنا نشوف فعدنا ملاحظة يمكن حساب تركيز ايون الهايدروجين من قيمة ال PH يعني رح يصير بالعكس كذلك حساب ال OH من ال P OH او هذا هو القانون اللي يعنينا تركيز ايون الهايدروجين يساوينا 10 أسالب P OH كذلك تركيز ايون الهايدروكسيد السالب 10 أسالب P OH مثلا عندي مثال بالكتاب مثال 8 يقول اذا كانت قيمة P OH لمحلول ما اي محلول تساوي 3 point صفر العفو point 3 صفر واحد شو تقولون حامض لو قاعدة هذا المحلول استاذ هو ما نعطينا لا اسمه ولا صيغته تمام بس شون اللي نعطينا ياه نعطيني قيمة ال P OH وبعضين استاذ من قيمة ال P OH افتهمنا حامض ليش لين اقل من 7 يلا ويايا طيب نرجع نحيط صيغة السؤال اذا كانت قيمة P OH لمحلول تساوي 3 point 301 برأيك ايش قد تركيز ايون الهايدروكسيد وراح نطيك فدله غارتين تستفيد من عنده بالحل طيب القانون اللي اخذناه تركيز ال H الموجب يساوي 10 أسالب P OH عوضنا طيب اذا كان ال S عدد صحيح ماشي الامور عدنا اما اذا كان ال S من اقصد يعني ال P OH اذا كان عدد غير صحيح بهيك حالة نلجه الى طريقة رياضية واي طريقة رياضية تعجبك ما عدنا مشكلة احنا راح نشرحه هنا فالطريقة رياضية اللي يريدها اوكي واللي عنده طريقة اخرى لا بأس ويايا الطريقة الرياضية بعد من ثبت قيمة نعم ال P H بعد من ثبت قيمة ال P H يعني السالب عوضنا من عدنا عشرة والسالب العفو موجب أربعة في عشرة سالب أربعة تختار من عندك عشرة موجب أربعة وسالب أربعة زيان استاذ ليش أربعة بالذات ها ليش أربعة بالذات اختار عدد صحيح اكبر من العدد الصحيح الموجود لا مو تقريب اكو فرق مو تقريب هنا اجقد عندك ثلاثة بوينت كذا اختار أربعة موجب سالب عشرة أس موجب أربعة زيان استاذ عندي مثلا اثنين بوينت كذا اختار لثلاثة هنا عشرة أس ثلاثة في عشرة سالب ثلاثة ويايا خدنا نشوف نكمل طريقة الحل بعد ما اختارين هذن الرقمين طبعا هنا عندك عنده الضرب تجمع الأسس بس هي موجب بسالب هذا السالب ينزل ويايا الفرق جدا عندي طلع لي أو بوينت ستة تسعة تسعة أرجع للسؤال يا لغارتم آخذ اللغارتم المقابل إليه وبالنتيجة حصلت على تركيز آيون الهايدروجين نعم ننتقل إلى مثال آخر المثال هو رقم تسعة عندنا صيغة السؤال تقول احسب تركيز الـ H والـ P-H والـ O-H والـ P-O-H لمحلول حامض الهايدروكلوريك مثل ما نعرف الهايدروكلوريك هو حامض قوي بعد ما تعلمنا بالدروس السابقة شلون نتعامل مع الحامض القوي نكتب المعادلة ونطلع قيمة الـ H من المعادلة المطلوب من عندي أحسب الـ H حسب تلهيها مثل ما تعلمنا بالدروس السابقة الـ P-H مثل ما نعرف نعم يساوينا سالب لغارتم تركيز الـ H عوضنا لغارتم الـ 15 ناطينية وحصلت على الـ P-H طيب استاذ والـ O-H عندي علاقة الـ H في الـ O-H يعني قصدي أيون الـ H في أيون الـ O-H ينطيني قيمة ثابتة نعم اشقل جيد عشرة السالب 14 وطلعنا مننا قيمة الـ O-H طيب الـ P-O-H هذا طبعا هنا قيمة الـ O-H حسبناهم والـ P-O-H الـ P-O-H نستخدم القانون P-H زائد P-O-H يساوي 14 وبالنتيجة نعم حصلنا على التركي أو قيمة الـ P-O-H بالمناسبة ولي P-H P-O-H بدون وحدات تمام عندك الـ H الـ O-H لا هذي نطيها تركيز مولاري مثل ما شفنا الـ P-H وال-P-O-H بدون نعم وحدات طيب تركيز الحامض تركيز القاعدة كلها لها وحدات أما الـ P-H وال-P-O-H بدون وحدات ومثل ما قلنا P-H سالب لوغ الـ H وال-P-O-H سالب لوغارته نعم الـ O-H ولا تنسى القانون إذا عندك P-H طلع من عند الـ H أنا ملاحظتي لكم مولدي تقريبا نقول تقريبا مية بالمية كل سؤال عندك طبعا حامض كل حامض موجود بسؤال عندك P-H رح طلع للـ H بالقانون الأخذنا H يساوي عشرة والسالب P-H زي نستاذ وإذا عندي حامض قاعدة وبيها P-H حول ليها P-O-H وطلع الـ O-H ثابتة نعم ثابتة بكل الأسئلة وملاحظة أخرى أيضا ولدي الحوامض والقواعد الضعيفة دائما ابحث عن الكي بالسؤال ما عندك رح وجد الكي أكيد رح تحتاج في خطوتين ما تمام ولدي طيب إذا شفنا موضوع الـ P-H مو ذاك الموضوع فدهم أهم شي ننتبه على الحمليات نعم الحسابية مثل ما اتفقنا وياكم لهنا ننهي درسنا وياكم آملين اللقاء معكم في دروس قادمة تحياتنا تحياتنا